نحن تكلمنا عن مسألة الدعاء الجماعي بعض الصلاة صح ولا ما صح؟ واصلا ما اضطرغنا لي مسألة الدعاء المفرد زي انت الآن لو قعدت تسألني الطهارة والصلاة وأحكامها بما اضطرغنا لي نحن ما دارين تحصيل حاصل نحن جماعة مولادة لنجرب الناس زي الزمن دارين لقب الموضوع انت الموضوع الآن المصلين دي لكلهم اي واحد فيهم صلى وقعد يصدق طيب قال الله عز وجل في كتابي العزيز قال الله عز وجل في كتابي العزيز واذا سألك عبادي فاني قريب نجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لفظة الداعي ها هنا لمن يعرف علم وصول الفقه هي من الفاظ العموم من الفاظ العموم الذي يدل على جميع افراده بالتالي في هذه الآية لا مانع ان يدعو الرجل بعد الصلاة او قبل الصلاة او ان يخصص دعاء معين الا ان كان دعاء منهيان عنه ان يسأل عن أمور الدنيا فحزب كما قال الله عز وجل ومنهم من يقول ربنات في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق هذا هو هو الممنوع لكن ان يدعو الرجل بعد الصلاة بنص هذه الآية الكريمة لا اشكال فيه لا اشكال فيه مطلغا اما قول من يعترض على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الفعل ولم يدعو بعد الصلاة فقوله مردود بماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة دعا بعد الصلاة وامر بالدعاء بعد الصلاة في احاديث كثيرة ولو ذكر ردهم باقبل السيدة عايش رضي الله عنها في صحيح مسلم ما مكث او لم يبقى نبي صلى الله عليه وسلم في مصلاة إلا قدر ما يقول الله منك السلام ومنك السلام تباركتا يا زلجلال والإكرام هذا محض علما هي فقط رضي الله تعالى عنها ومن المؤمنين لكن هناك احاديث كثيرة توضح تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه كان يدعو بعض الصلاة يدعو بعض سأذيك لمسألة الدعاء الجماعي طيب تريدون الدعاء الجماعي الفعل الذي لم يفعله النبي أو تركه لعمل الدعاء الجماعي هذا لا يرد عنه بأنه غير جائز وغير صحيح وأنه بدعة لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعه تركه لفعل لا يدل على أنه بدعة إلا يفعله الآخرون كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا حضر صلاة المغرب في معنى الحديث يصلي الرجل رقعتين قبلها ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها لم يثبت عنه أنه صلى رقعتين قبل المغرب ولكنه أمر بها وفي نفس الأمر كذلك أمر بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة الدعاء الجماعي جاء في لفظ العمو يا شيخ أحمد لم يميز بما يعنى أنهم كان فردا أو جماعة وكذلك صح عنه في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في مجلس يدعو بعضهم يؤمن آخر إلا استجاب الله عز وجل لهم في مجلس هذه تعني مطلق المجالس لم يميز في صلاة مكتوبة وغيرها بالتالي ما الحامل الذي يحمل المسلم يقول لا هذا المقصد منه هو بعد الصلاة ما الذي يحمل لذلك وهناك حديثة مشهورة وحديثة معروفة للناس كافة حديث مجالس الذكر أن الله ملائكة طوافون وسياحون في الأرض يلتميزون حلقة الذكر فيسألهم الله عز وجل عنه فيقولون ماذا وجدتم عبادي يقولون قال وجدناهم يحمدونك ويسبحونك وكبرونك ويمجدونك قال ماذا يسألونني قال يسألونك الجنة قال ها رأوها قال لم يرواها وكيف لو رأوها قال أشد لها طلبا ومما يستعذونني قال من النار الحديث مدلولها هنا أنهم جماعة أنهم جماعة فيصح دعاء بعض الناس وتأمين الآخرين على دعائهم لا إشكال في ذلك لا إشكال أما أن تأتي وتقول لي النبي العسل لم يفعل ذلك فالترك ليس بتشريع ليس بتشريع كما قال شيخ أحمد قبل الصلاة قال من له دليل على أن الدعاء بعض الصلاة ها هنا ويجوز يأتي بحديث لما يدعو بعض الصلاة أنا كذلك أقول له آتيني بحديث قل فيها أن يدعو بعض الصلاة مع أنه أشار إلى ذلك كثيرا هل هناك حديث يقول في النبي العسل لا يجوز لمسلم أن يدعو بعض الصلاة لا يوجد وكما قال ولم يكذب مثل هذا الحديث ولن يكذب حتى الآن ماذا تريد أن تقول طيب يا جمال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومهلا وبعد الرجل ذا ذكر سبع كلمات وأنا إن شاء الله بتناوله سبع كلمات لكن زيما الناس أنصتت له وبردو شنو الناس تنصت له طيب المسألة الأولى قال الآية وإذا سألك عبادي عني مع أنه قراء غلط نسى فيه جزو دقيقة مع ليش ما خلاص أنا قلت تنصت له زيما شنو أنا بنصت لك أنت ماذي الضايق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا شنو إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نحن طالبناه بدليل على الدعاء مخصوص ما هو الدعاء المخصوص الدعاء بعد الصلاة جماعة ده محور نغاشنا صح ولا ما صح طيب إذن نحن ما كلامنا عن إنه ما في دعاء في الدين وإلا الآية دي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام الآن نحن بنسألك سؤالين وما ذرين الجواب منك جاوب نفسك وجاوب البردو الحاضرون جاوب نفس الآية دي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما نزلت عليه الجواب نزلت عليه ده السؤال أول السؤال الثاني هل الفهم الصحيح ليه فهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فهم الرجل ده فهمنا نحن ليه الجواب فهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفهم منها النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الجماعة بعد الصلاة بيدليل انه ما نطق به ولا فعله ما نطق به وشنه ولا فعله مع انه كان بيدعوه الله سبحانه وتعالى فايت ما افهم للقرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ودي حجة الامام الشاطبي رحمه الله تعالى دي نقطة دي نقطة النقطة التانية يا جماعة الاية دي في تشريع الدعاء عام وبعدين قال الاية دي بالعموم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان دعوة الداعي اذا شنو دعان سألت الله سبحانه وتعالى انا الان سألت الله في السجود دي دعوة الا ما دعوة دعوة وفي صيح مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر من الدعاء انا كونه دعيت الله في السجود حققت الاية دي ولا ما حققتها حققتها ما الا بعض الصلاة نحن نقول لك بعض الصلاة دليل شنو دي واحد اتنين يا جماعة قام جاب قال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها اه الروة الحديث هو قال كذي الروة الحديث هي وصل بعض العلم وبعض العلم ما يلزم انه في بعض العلم ما وصله صاح ولا ما صاح الكلام ده كله ما معنى كذلك قلت السيدة عاشرة تحدثت عن علمها بشكله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة قالت انهم ما كانوا عن علمها اي اي عن علمها معناه في غيره اعلم بشكله اقريبا لكتر اقريبا لكتر السيدة عاشرة طلاعنا قالت في حديث اخر قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بالا واقفا فقد كذب سيدنا حذيفة من اليمان روى في حديث صحيح قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث صحيح قال قالت قالت اذا احدثكم احد النبي صلى الله عليه وسلم بالا واقفا فقد كذب قالت هكذا سيدنا حذيفة من اليمان روى حديث صحيح قال في ان النبي صلى الله عليه وسلم بل مر على سباطة قوم فبال واقفا يعني سيدنا حذيفة حكى عما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة عايشة حكت عما رأته وسيدة عايشة ليست ملاذمة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله هذا معلوم وحتى الغازات محسنة كان يسير بعض النساء والأخارات لا يسيرنا معهم نحن بنشوف جماعة الكلام ده ده يسمو حيدة عن الموضوع أنا بتكلم عن إنه إنت ليجبت حديث عائشة رضي الله عنها هل في حديث عائشة رضي الله عنها ده جماعة ده واحد غير عائشة ثوبان يتكلم عن الاستغفار والأوزاعي رحمه الله وعمر الأوزاعي فصل الاستغفار وصيغته شنو ثوبان رضي الله عنه عائشة رضي الله عنه غير من الصحابة في حديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه أدعو جماعة بعض الصلاة أو هو دع جماعة بعض الصلاة دي النقطة يا شيخنا ما تلف من الوضوع طيب المسألة الثانية الحديث الأورد للأسف إذا صح التعبير للأسف له رد عليه قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذ الجلالي وليك رام الصحابة تعلموا منه الزكر ده وإي واحد فيهم بيقولوا وإلا لما نقول اللهم أنت السلام قاعدين يقولوا آمين ومنك السلام بيقولوا آمين وإلا أي واحد يتعلموا قالوا براو أسهلكم بالله ولا بتقدر تجيب غير كذي دي نقطة النقطة التالتة جاب لحديث جاب حديثين واحد صحيح واحد ضعيف نحن عشان ننصفه الصحيح بنذكره والضعيف بنذكره الضعيف ما من ملئن يجتمعون فيدوا أحدهم ويؤمنون إلا استجاب الله دعوتهم بالمعنة والحديث ذا جماعة من رواية للضعفو العلم الضعفو زي الألباني رحمه الله تعالى في السيسي للضعيفة ما ضعفو رجال ساي قالوا في سند رجل اسمه حبيب ابن سلمة الفهري رحمه الله تعالى أدو ضعيف ما ثابت عن الرسول عليه الصلاة وعشان ما تناغش كتير في إنه ثابت ولا ما ثابت نسلم جدل إنه حديث صحيح يعتبر في البخاري ما من ملئن يجتمعون فيدعون دقيقة ما من ملئن يجتمعون فيدعو أحدهم ويؤمنون إلا استجاب الله دعوتهم ما من ملئن دي عامة ولا ما من ملئن بعد الصلاة عامة يبقى حدو جعلك جبلين بعض الصلاة نحن نغاشنا في بعض الصلاة ما تحيد من الموضوع نحن الموضوع بنجع ديل أنت ما تحيد منه أما الحديث الصحيح الأورد برضو رد عليهم وما قد يخرجه هو في البخاري أنت شاهل لك مبائلا بقول لك من رأس لكن هو في البخاري الحديث ده في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة إن لله ملائكة سياحين في الطرقات سياحين وين؟ في الطرقات وليس في شنو؟ في المسجد الحديث ده بالتحديد وليس في شنو؟ وده حديث في البخاري ما بتقدر تناغش فيه قال يبحثون عم يذكر الله تعالى عم يذكر الله من دئس موصول يفيد العموم ما إلا جماعة والأصل في الذكر إنت بتسبح براك يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا الذين آمنوا لاكيد تلمؤ من براك بتذكر ما إلا الجيب لك جماعة وكذا وكذا دي واحد طيب إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يبحثون عم يذكر الله تعالى فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هل أم إلى حاجتكم فيجتمعون عليهم ويحفونهم بأجنحتهم حتى إذا انفضوا تعرجوا الملائكة إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم ما وجدتم عبادي فيقولون وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك فيقول الله وهل رأوني فتقول الملائكة لا يا رب لم يرواك فيقول وماذا لو رأوني قال لو رأوك تقول الملائكة لو رأوك ازدادوا لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتكبيرا تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وشنو وتكبيرا ديل تسبيح وتحميد وتمجيد وتكبير تسبيح يعني شنو سبحان الله تحميد يعني شنو حمد الله تكبير يعني شنو هل ديل دعا جماعة يا شيخنا انت ما تجيب النصوص في غيرنا انا دائر نص عديل واضح صحيح بعض الصحابة بعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام دعا جماعة والناس بعدها شنو الناس بيدعاوا امنوا دل دا الموضوع اما القاعدة بتاعتينه عائشة رضي الله عنها هذا ما رأته وهذا ما عالمته وسوبار رأى غيره القاعدة الاصلتة دي القاعدة دي موجودة لكن ده ما تنزيلة هنا اوريك ليه انت طالبك بيدليل ما قالوا ليك حجتنا بس حديث عائشة رضي الله عنها دا لانه جماعة تصنيف العلماء للأحاديث في الجانب دا بيقولوا الاحاديث اذا اختلفت اذا اختلفت بين صحابي وصحابية زي زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اذا اختلفت الاحاديث في الخبر ما معنى الصحابي كذب ولا الصحابية كذبت لكن دعي لي ما شنو الوصلة ودعي المو الوصلة بيقولوا زي شنو لو موضوع او حديث من احاديث البيوت زي النوم وزي مسائل البيت وخدمة البيت او كذا او كذا او كذا وحديث في مواضيع الغزوات اذا اختلفت صحابية من امهات المؤمنين مع صحابي من الصحابة هنا بقدموا في مسألة الغزوات بقدموا منه لانه اقرب لشنو الغزوة للرسول في الموضع دا صلى الله عليه وسلم والصحابية هنا نقلت نقلا جاء الخبر لكن ما شاهدته او كذا اذا موضوع بتاع بيت هنا بقدموا شنو الصحابية على منه دا اذا اختلفت في ظاهرة او اذا اختلفت الان الحديثين الان الوردتين ديل الحديثان ما فين اختلاف الاول بتاع ثوبان في الاستغفار والاكهو أوردت عن عائشة رضي الله عنه في اللهم انت السلام و 것도 دا في اختلاف مع الاستغفار أو زل بيبدأ بالاستغفار وتاني بقون شنو اللهم انت السلام يقول ما في اختلاف يبقى له حاديث دي شنو مجموعة ما مختلفة نحن ده ما موضوع الموضوع نجيب دليل من السنة انو النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال ادعوا جماعة والله دعا جماعة والناس امنوا دي نقطة طيب النقطة البعدة جاب صلاة المغرب ورقعتين وكذا 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 وجاب حديث حذيفة رضي الله عنه دي النقاط لأوراد حديث حذيفة رضي الله عنه واجماعة واضح جدا في البخاري حديثة في البخاري الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما كون صحابية زي زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تروي انه صلى الله عليه وسلم يبول جالسا ما بحرج في الموضوع ده اما اذا خالف عديل قالت لا ما بال الا شنو جالس والصحابي ما عليش ده الصحابي جاوز زيادة علم لانه رأى من النبي عليه الصلاة والسلام ما دام رأى من النبي عليه الصلاة والسلام ده بيحتمل احتمالين الاحتمال الاول انه ده خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لانه كونه يقول كلام بلسانه ويجي بفعله يقول اعمل خلافه ابقى ده دليل على الخصوصية زي بلسانه في تفسير ابن كثير الرجل اللعنده خمسة نساء النبي عليه الصلاة والسلام اذن له يبقى معه اربعة ويطلق شنو واحدة قال ابن كثير قال الرجل فنظرت الى احداهن وكانت كبيرة وكانت عاقرا لا تلد قال فطلقتها وابقيت شنو اربعا ابقى بلسانه قال له تبقى اربعة بفعل الرسول عنده كم زوجة صلى الله عليه وسلم تزعة خلاص ما ده رواية حداشر وغيره لكن الباقيات معه كم تزعة طيب ما في خديجة توفت رضي الله عنه اوه الى اخير طيب النبي عليه الصلاة والسلام كونه بلسانه يقول يزوجوا اربعة وبيفعله يزوج شنو تزعة دي معناه خاصة شنو بيوهاي طيب دي نقطة النقطة البعادة يا شيخنا مسألة المغرب وكذا نحن السنة بناخدها جماعة ودماء بها خلاب صلا من اهل العلم السنة بتاخذ بياخدها من ثلاثة اشياء يا اما من قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا اما من فعل يا اما من شنو تقرير نحن من طالبك بواحد من الثلاثة هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قال للمسلمين ادعوا جماعة بعد الصلاة دي واحد الجواب ما قاله ما بتقدر تجيب دليل صحيح هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لم يفعلها وما بتقدر تجيب حديث صحيح هل هذه النقطة التالتة هل رأى صحابيا دعا جماعة بعد الصلاة وامن الناس بدعائي فاقره صلى الله عليه وسلم الجواب لا تاني ما عندك مناصب المسأل النقطة البعادة مسألة الترك الترك دي قاعدة لكن القاعدة تفهم الفهم الصحيح يعني كون الرسول ترك دقال ما دليل على انه المنع و الى اخره وكذا 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 المسألة دي ما فيها تفصيل الترك دي دي مسألة فيها تفصيل في مسائل التعبد العبادات والقربات الى الله سبحانه وتعالى بتختلف من مسائل العادات دي نقطة مسائل العادات الاصل العباحة ما الا الرسول يقول اعمل كذي قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا تلبس جلابية تلبس باكستانية جلابية سودانية باكستانية سعودية مصرية غير جزائرية غيرك لانه دا امر دنيا تركب عربية تسكن عمارة دا امر دنيا اما في الدين في العبادة الله قال ان الدين عند الله شنو الاسلام وقال عن الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم اكملت لكم شنو دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام شنو دينا الله اكمل الدين قال الامام مالك رحمه الله قد من اقوى التفسير للآية دي من اقوى التفاسير قال الامام مالك من اتى ببدعة وزعم انها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم اكملوا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم شنو دينا وفي صيح مسلم وده قاصمة الظهر انا باعتبرو ده قاصمة الظهر في الموضوع ده في صيح مسلم ما تركت شيئا يقربكم من الله والى الجنة الا وامرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم من الله ويقربكم من النار الا نهيتكم عنه ده سؤاله ودك الماكرافون اتكلم ساعة الان الدعا الجماعي ده بقربنا من الله ولا باعدنا لو بقربنا من الله الرسول دلان عليه ولا ما دلان لو بقربنا من الله مفروض الرسول يكون شنو صلى الله وعي سلم دلان عليه هاي هاي جزاك الله خير هاي ما دلان عليه هاي الدين دليل صحيح مخصوص كذيدي قال بعد الصلاة ادعو جماعة جزاك الله خير طيب جزاك الله الله خير على قولك أولا مسألة كون هو يتحدث من رأسي ربا يزيدك علم ويفتعلك ما في شكال لكن أنا من حملت الموبايل فيه شيء مكتوب من الحديث الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هي ليس مسألة افتخار حتى يقول تحدث من رأسي ويمسك بالموبايل الثانية احتجاجه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله للحاضرين أنهم كانوا يقولون يحمدون ويسبحونك ويقولون سبحان الله يحمدونك الحمد لله قال هذا ليس دعاين إنما هو ذكر والإمام الحاكم في حديث رواه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله إذن الحمد لله هي دعاء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكرارها بعد الصلاة المكتوبة قول الحمد لله دبل كل صلاة تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرون 33 إذن قول الحمد لله بنص الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله تكرير الحمد لله بعد الصلاة هي دعاء هذا هو نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى أن قال أحدهم لما سئل عن أفضل الذكر أو أفضل الضعاء قال لا إله إلا الله قال ما هو أفضل الدعاء ومعرفة قال لا إله إلا الله وحد للشركن له هو الملك والله الحمد厲害 وبيته وعلى كل شيء غدير الظاهر أنه ذكر لكن قال أنه أفضل الدعاء ولذا قال ما سمعت قول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثنو إمام الشافعة هنا وصف ذلك بأنه حسن ثم قال واختار للإمام وغير المأموم أن يذكر الله بعد الإنصراف من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر يعني إمام يكون يستحب لا يكون خافد لكن للتعليم يجهر وذكرنا قبلها أن الذكر هو الدعاء ولا فرق بين الدعاء والذكر الحديث الذي ذكرناه أن أفضل الدعاء الحمد لله إذا جهرت بالذكر أو بالدعاء فهو صحيح فهو صحيح فالمهم فيه أنه ليس ببدعة والمفضول لا يخرج عن كونه سنة يعني ما يحتياج أنه ما فعله النبع صلى الله عليه وما قال تقول لي بداع له في في فعيل ثم قال في حديث منتين تسعة وتمند الإمام الشابعي كتاب الأم واستحب للمصلي منفردا وللمأموما يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة عبارة منفردا ها هنا نأتي إلى حاديث التي تكون بعد الصلاة في جماعة قبلها ذكر ابن حجر حديث أخرى صريحة منها حديث صهيب رضي الله عنه قال كان يقول إذا انصرف من الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة اللهم أصلح لي ديني حتى نهاية الحديث وتمام الدعاء عند ابن حبان في كتاب الإحسان برغم الفين ستة وعشرين اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي حتى آخر الحديث ورغم الطوراني نعم الأربع حديث الأورادة دي يا شيخنا يا شيخنا انت مو مركز ولا كيف الأربع الأورادة دي الأربع دي الأخيرة والأولى وكلها الأربع دي الزكرة دي اللي انت قلت زكرة أربعة كلها الزكرة دي أنا الإمام الشافعي في كتاب الأم وعن كذا ابن عباس رفع الصوت بالذكر والدعى ذاته منفرد منفرد دا ما نغشنا فيه ولا بديناه منفرد دا ما ما نغشنا فيه الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول بعد الصلاة بعد استغفر ثلاثا بيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذا الجلال والإكرام دا دعا ولا ما دعا دعا دا منفرد ما ذكرنا ولا نغشنا موضوع منفرد كان جاب عشرة حديث الزلداء بحيد من الموضوع الزلداء طارق دا وأي زلداء ردافع عنه ما بيقدر ليه يوم القيامة يجيب حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه دعا جماعة وقال لك أما دا تشغل تدريس ما ممكن تستخفى الناس قال قال الزكر بمعنى الدعاء وبما أن الزكر الدعاء مشروع إذن الزكر مشروع الدعاء دا جماعة الدعاء دا في الدين دقيقة ما خلاص نقلتو ولا ما نقلتو مش كلام من حجر إنت نقلتو ولا ما نقلتو إنت نقلتو توانيز من الناس ولا تستدل بيو دقيقة بس خلاص أصبر خلاص برد نفسك براحة كذي الذكر يا جماعة الذكر أو كلمة الدعاء دي في الشريعة لما تقروا النصوص القرآن والسنة براحة كذي بتجيبه معنين الدعاء بمعنى السؤال الدعاء بمعنى السؤال يا رب أسألك كذا وكذا 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 وده اسم الدعاء بلسان المقال يعني يا الله أنا بسألك رزق يا رزاق أرزقني دا دعاء القسم الثاني للدعاء بيقولوا أي عبادة في الشريعة تسمى دعاء الصلاة تسمى دعاء الصيام يسمى دعاء الزكاة يسمى دعاء بيقولوا ليه يسمى دعاء بيقولوا داك بلسان المقال يا رب أسألك كذا وهذا بلسان الحال الزولة بيصوم بيصوم ليه عشان الله يغفر ليه وينجي من النار كأنه يقول اللهم لك صمت فتقبل صيامي هذا بكذا وكذا دا العباد ومن هنا يؤتى الزكر بمعنى شنو الدعاء الزكر بمعنى شنو الدعاء دي نقطة دقيقة ما خلاص أنا خليه وصله ماذا أرجع عليهم وباقي الله بس كلامه الجاودة بحجته بكلامه الجاودة قال ابن عباس قال رفع الصوت بالذكر انت ما تدلز على الناس هذا موضوعنا في الدعاء قال ابن عباس رضي الله عنه الحديث الأورد وقال رغم تمنمية وخمسة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون الصوت بالذكر ده حجة عليك يا أستاذ طارق ده حجة عليك الناس الصحابة ديل بيرفعوا أصواتهم بشنو بالدعاء ولا بالذكر بالذكر اللي هو التسبيح اللي 33 33 33 33 الحمد لله ذكر ودعاء وانا ذكرت لك المقصود بالدعاء شنو طيب رفع الصوت ده اي واحد دقيقة دقيقة يا شيخ ناسكد اي زولة جماعة فيون الحمد لله دي اعتبر دعاء وهي دعاء الحمد لله دعاء ويبدأ بها الدعاء وهي في نفس الدعاء بمعنى المعنى ذكرت لك قبل شوي طيب دقيقة لا لا دقيقة يا عم فقيري خلوا ده جماعة براحة بحجة هو بحجة هو بحجة هو دقيقة براحة كذلك هل الصحابة ديلة جماعة لما انت انتهي الصلاة كل لون بسكت سكت واحد وكل لون كلمة واحدة بصوت واحد بيقول سبحان الله لو واحد ما قال يقول لون انتظروا لما نلحقهم نقولها تلاتة وتلاتين ولا اي واحد فيون بيسبح براو واي واحد بيحمد الله شنو براو واي واحد بيكبر شنو براو بيذنين بس في المسجد ده بتلقى زول أسرع من ده في التسبيح صح ولا ما صح وزول قاله وتماه وزول مرق كل لون كونه بيجهروا بيها ده ذكر ده ما نغشناك في وطارك ما تحيد من الموضوع نغشناك في الدعاء ذاته والآن في نفس كلامه قال في النهاية قال إذا كان للتعليم ولغير التعليم يا عامة ما للتعليم ربع الصوتنا ولغير التعليم فالحسن إنه شنو إنه يخفض سرا ما كله سجلته أنا يستحب له أن يكون خافتا خافض الصوت إذا كان لغير التعليم ده الإمام وقبيل الأسر الأورد سبحان الله الكلام الجاب الأول قال برضو ذكر مسألة هنا دي قال يستحب كلام الإمام الشافع يستحب إذا كان شنو منفردا الدعاء حتين بعد ذاك جاب الإمام الإمام ده براو كونه بيذكر الله الناس يدع لنويه ده ما فيه حرج كونه المنفرد براو في بيته بصلي بيذكر الله ما فيه حرج كونه تدعو براك ما نغشناك فيها لو قلت لينا الدليل على الدعاء تفريق الدعاء براك والدعاء جماعي شنو نقول ليك الرسول براو صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد الصلاة بقول اللهم أنت السلام اللهم دي دعا ولا ما دعا أنت السلام وأنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام وفي أدعية الصلاة المكتوبة بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بغض النظر الآن عن التفصيلات العلمية فيها يكره ما يكره سحنون وفي المدونة الكبرى كل أي خلاف نحن الآن نغشناك وإلى الآن طارق التماجي بتلينا دليل صحيح فأنا والله بدعوك بدعوك ترجح إلى الله سبحانه وتعالى وكذا